بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله طلابنا وطالباتنا حياكم الله في هذا اليوم الجميل والرائع والذي ننطلق لنستكمل ما تحدثنا عنه في درسنا العواصف تعرفنا في البداية طالبي وطالبتي أن العاصفة الرعدية هي عاصفة منطرة فيها برق ورعد البرق هو ذلك الوميط الذي يتكون نتيجة لحدوث تلك العاصفة بينما الرعد طالب وطالبتي هو ذلك الصوت للتمدد المفاجئ الذي يحصل من هذه العاصفة تعرفنا بعد ذلك طالب وطالبتي الفرق بين الرعد والبرق وعرفنا أن البرق يحدث نتيجة لاحتكاك الغيمة مع نفسها أو حتى احتكاك غيمة بغيمة أخرى أو يمكن أن يحدث ذلك عبر نقل الشحنات الكهربائية من الغيمة إلى الأرض وذلك يمثل طالب وطالبتي عندما يسير شخص على سجاد مثلا وبالتالي يكتسب هذه الشحنات الكهربائية الساكنة وتنتقل هذه الشحنات إلى مقبض الباب ومنها سوف يتكون ذلك الوميط والذي يكون هذا أو هذه الشرارة التي تكون أو التي تمثل بالتحديد ذلك البرق تعرفنا بعد ذلك طالب وطالبتي على العواصف الأخرى كالعاصفة التلجية وما تسببه طالب وطالبتي من تكاثف الكميات ثلوج على منطقة محددة إضافة إلى ذلك تعرفنا على العاصفة الجليدية وطريقة تكوينها وكذلك طالب وطالبتي تعرفنا على العواصف الرملية بالتحديد التي تهب في المملكة العربية السعودية ومنها العواصف الرملية الشتوية وكذلك العواصف الرملية الصيفية إضافة إلى ذلك طالب وطالبتي تعرفنا كذلك على الإعصار القمعي وكيف يمكن أن يحدث ذلك الإعصاف بالضغط المنخفض في مركزه حتى يتكون هذا الإعصار اليوم بإذن الله سوف نتحدث كذلك عن أعاصير أخرى من أمثلة هذه الأعاصير الإعصار الحلزوني هذا هو درسنا لهذا اليوم كما تشاهدون أمامكم طلابنا وطالباتنا ما الإعاصير الحلزونية؟ هذا عنوان درسنا لهذا اليوم نعود للخلف قليلا طالبي وطالبتي ونحاول أن نتحدث عن مراحل تكوين الإعصار القمعي ذكرنا واجبا في ختام درسنا للحسط الماضية طلبنا منكم طلابنا وطالباتنا هل هذا الواجب؟ وإحضاره في بداية هذه الحصة ما هي مراحل تكوين الإعصار القمعي؟ أحسنتم رائعون إذن نشاهد معا طالب وطالبتي أن مراحل تكوين الإعصار القمعي كما تشاهدون أمامكم في البداية يتحرك الهواء الساخن إلى أعلى في قمة العاصفة الرعدية كما تشاهدون ثم بعد ذلك طالب وطالبتي سوف تتكون بعد ذلك تلك الغيمة ذات الشكل القمعي عندما يبدأ الهواء في عملية الدوران بتكون تلك الغيمة يلي ذلك طالبي وطالبتي أن هذه الغيمة سوف تصبح ذات شكل قمعي وبالتالي تتكون بذلك إعصار قمعي عندما تقوم بملامسة الأرض في هذه الحالة طالب وطالبتي يتكون هذا النوع من الأنواع الأعاصير وهو الإعصار القمعي عبر مكوناته الثلاثة أو الخطوات الثلاثة التي سبق أن تعرفنا عليها قبل قليل ننطلق بعد ذلك طالب وطالبتي ونراجع ما تعلمناه كذلك قبل ذلك وهو كيف يمكن أن تتغير درجة الحرارة عند قمة العاصفة الرعدية كما تشاهدون أمامكم طلابنا وطالباتنا بإمكاننا أن نتعرف على تغير الحرارة عند قمة العاصفة الرعدية عندما تتحرك الجبهة الهوائية الباردة ومنها سوف تدفع الهواء إلى أعلى يليها بعد ذلك كما تشاهدون أمامكم يبدأ بتمدد الهواء الدافي يبرد ذلك الهواء ثم يليها بعد ذلك أن هذا التبريد يؤدي إلى عملية أخرى من عمليات تكوين حالة المادة وهي عملية التكثف لذلك البخار وهو بخار الماء يليها بعد ذلك طالب وطالبتي ما يحدث من تكون هذه العواصف الرعدية هذه العواصف الرعدية بعد أن تتكون وتصبح عواصف رعدية تصل إلى أو تصل الغيمة لارتفاع أكثر برودة وبالتالي تسبب الرياح في انتشار هذه العواصف الرعدية لتنتقل بذلك إلى أماكن أخرى وتسبب أنواع الهطولة المختلفة ننطلق بعد ذلك طالب وطالبتي ونتحدث كذلك عن بعض المفردات أو ما تعلمناه حول الفرق بين الرعد والبرق تعرفنا أن هناك ظاهرة تحدثان عندما تكون العاصفة الرعدية ما هم هاتان ظاهرتان؟ أحسنتم ظاهرة الرعد وكذلك ظاهرة البرق كما تشاهدون أمامكم طلابنا وطالباتنا أن البرق هو وميض يحدث نتيجة لتفرق قمة أو تفريق قمة العاصفة شحناتها الكهربائية وبالتالي يحدث ذلك الوميض الذي نشاهده يليه بعد ذلك طالب وطالبتي الرعد هو الصوت أو صوت التمدد الموجائي لهذا الهواء وبالتالي يحدث ذلك الصوت ومنها يتكون هذه الظاهرة أو هي ظاهرة الرعد إضافة إلى ذلك طالب وطالبتي تعرفنا على أنواع العواصف الرملية بالتحديد والتي تهب على المملكة العربية السعودية وجدنا أن هناك نوعان من هذه العواصف من أمثلة هذه العواصف الرملية في المملكة العربية السعودية العواصف الرملية التي تحدث في وقت الشتاء إضافة إلى ذلك العواصف الرملية الصيفية والتي تحدث بالتحديد في وقت الصيف كذلك طالبي وطالبتي اليوم بإذن الله تعالى سوف نبدأ ونستكمل ونكمل كذلك درسنا حول العواصف كيف يمكن أن نتعرف على العواصف وكيف يمكن أن نتعرف على العاصير التي تحدث خلال هذه العواصف نبدأ ونستكمل طالبي وطالبتي عبر الإجابة على السؤال الأساسي والذي تحدثنا عنه سابقا ما الذي يسبب ظروف الطقس القاسية لدينا طقس قاسي عاصفة رعدية إعصار قمعي عاصفة رملية جميع هذه الطقوس تعتبر طقوسا قاسية وبالتالي من أمثلة ذلك كذلك ما نأخذه اليوم الإعصار الحلزوني لدينا عدد من المفردات طالب وطالبتي من أمثلتها العاصفة الرعدية والعاصفة الثلجية سبقا أن تعرفنا عليها العاصفة الرملية والإعصار القمعي اليوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن الإعصار الحلزوني إضافة إلى ذلك سوف نتعرف على الأمواج العاتية وكذلك الإعصار الدوار عبر مهارة القراءة طالب وطالبتي لدينا السبب والنتيجة سوف نتعرف على الأسباب التي تتكون وكذلك النتائج الحاصلة منها عبر عاصفة معينة عبر إعصار معين سوف نتحدث عنها في درسنا لهذا اليوم ننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا إلى الحديث عن الأعاصير الحلزونية ماذا نعني بهذه الأعاصير الحلزونية نشاهد معا طالب وطالبتي قد تتحول العاصفة الرعدية إلى عاصفة مدارية والعاصفة المدارية هي رياح دوارة لها ضغط جوي منخفض في مركزها كما تشاهد أمامك هي رياح دوارة لها ضغط جوي منخفض في مركزها وهذا ما نسميه بالعاصفة المدارية تنشأ دائما هذه العاصفة المدارية طالبي وطالبتي بالقرب من خط الإسواء كما نشاهد معا فهي تنشأ بالقرب من خط الإسواء حيث يكون المحيط بذلك ساخنا منها سوف يتصاعد بخار الماء من الماء الساخن إلى أعلى منها سوف تزداد بذلك عندما يتصاعد هذا البخار تزداد كمية الرطوبة في هذه المنطقة تزداد رطوبة الجو يتدفق الهواء البارد مكان ذلك الهواء الدافي ويحل محل البخار الساخن ليستمر الماء في عملية التبخر كذلك ومنها سوف يقل الضغط الجوي وسبب انخفاض ذلك الضغط الجوي ما هو طالبي وطالبتي أريد منك أن تحدد السبب من خفاض ذلك الضغط الجوي أحسنتم رائعون السبب من انخفاض الضغط الجوي هو الزيادة في كمية بخار الماء والتي تدداخل مع جزيئات الهواء ليسبب ذلك انخفاضا ملحوظا في الضغط الجوي يتحرك بذلك الهواء من مناطق الضغط الجوي المرتفعة المحيطة بالمنطقة باتجاه منطقة الضغط الجوي المنخفض ليحاول ذلك الهواء أن يتحرك من منطقة منرتفعة الضغط وحتى منطقة منخفضة الضغط ليصل بذلك ما يسبب أو يحدث ما نسميه بدوران لهذه الرياح وكما ذكرنا ذلك غالبا ما يكون عند خط الاستواء كما تشاهدون أمامكم تتحول هذه العاصفة المدارية طالبي وطالبتي والتي تحدثنا عنها قبل قليل إلى إعصار حلزوني متى تحدث هذه الظاهرة؟ أحسنتم تحدث هذه الظاهرة عندما تصل سرعة الرياح أو عندما تزيد سرعة الرياح فيها إلى 119 كيلو مترا في الساعة عندما تزيد سرعة الرياح عن 119 كيلو مترا في الساعة سوف تتحول هذه العاصفة المدارية والتي تحدثنا عنها قبل قليل إلى إعصار حلزوني يبدو الإعصار الحلزوني من الفضاء طالبي وطالبتي على شكل غيوم حلزونية مع وجود تجويف في الوسط لنشاهد أحيانا في هذه المنطقة مثلا وكذلك في بعض المناطق هذه بعض الأعاصير الحلزونية والتي يمكن مشاهدتها من الفضاء عبر الغلاف الجوي للأرض وهذا التجويف هو منطقة الضغط التي ذكرنا لكم وهي منطقة الضغط الجوي المنخفض في منتصف هذه الأعاصير يسمى عين الإعصار الحلزوني وهي هذه المنطقة وتشكل الغيوم حافة هذه العين وتنتشر بعيدا عن هذه المنطقة في تلك الحواف وهي ما تشكل لنا هذه الغيوم لننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي إلى خطوة أخرى حيث عندما تصل سرعة الرياح القريبة من عين الإحصار إلى 300 كيلو متر في الساعة تكون ضغط جوي منخفض كما نشاهد معا طالبي وطالبتي داخل العين وهادئة مع عدم هدوث هطول الأمطار أو الرياح لاحظوا معي من صور صورة من صور الغلاف الجوي لهذا الإعصار الحلزوني كما تشاهد معا طالبي وطالبتي كيف يمكن أن نشاهد عين الإعصار إضافة إلى تكوين السحب عبر حواف هذا الإعصار الحلزوني وهذه هي طريقة تكوين هذا الإعصار الحلزوني والذي يتكون عندما تتحول هذه الرياح المدارية إلى سرعة تصل إلى 119 أو أعلى من 119 كيلو متر في الساعة وبالتالي يتكون ذلك النوع من أنواع الأعاصير ننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي لنشاهد ماذا يحدث ذلك الإعصار الحلزوني يستطيع الإعصار الحلزوني طالبي وطالبتي سحب حتى العواصف الرعدية القريبة إليه قد يصل قطر ذلك الإعصار الحلزوني طالبي وطالبتي مسافات كبيرة لتصل إلى 2000 كيلو متر قد يغطي عدة دول ذلك الإعصار الحلزوني وبالتالي نستطيع هذا الإعصار الحلزوني أن نشاهده من الفضاء وذلك نظرا لمساحته الشاسعة والتي تتجاوز ألاف الكيلو مترات كما شاهدنا قبل قليل حيث تسبب الأعاصير الحلزونية طالبي وطالبتي أمواجا كبيرة في المحيطات وهذه الأمواج سوف تسبب في ارتفاع المياه لتسمى هذه الأمواج طالبي وطالبتي بالأمواج العاتية لاحظ معي طالبي وطالبتي هذه أمواج العاتية والتي ترتطم بهذا المركب أو هذه السفينة وهذه الأمواج العاتية تسببت عندما تكون ذلك الإعصار الحلزوني عبر المحيط وعندما تتحرك هذه العاصفة على الشواطئ قد تسبب ارتفاعا مفاجئا لمستوى الماء عبر هذه الشواطئ طالبي وطالبتي وبالتالي يسبب موجة تصل إلى عدة ارتفاعات أو تصل إلى عدة أمتار من خلال الارتفاعات الحاصلة عبر هذه الأمواج نتيجة لارتفاعها بعد تكوين ذلك الإعصار الحلزوني ننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي لنقوم بنشاط استقصائي عزيزي ولي الأمر بإمكانك أن تحاور ابنك أو تحاور ابنتك حول كيف يمكن التعرف على بعض الأعاصير هناك وسيلة نستطيع بها عبر هذا الحوار المنزلي نورة تنظر للسماء وتقول كيف يمكن تفادي أضرار العواصف قبل وقوعها فواز يقوم الدفاع المدني بإرسال رسائل تحذيرية لكافة السكان بقصد توخي الحذر نورة وكيف عرفت ذلك يا فواز فواز لقد قرأت إحدى رسائلهم في الهاتف المحمول لوالدي بإمكانك عزيزي ولي الأمر ولية الأمر أن تقوم بحوار ابنك أو ابنتك لكي تستطيع أن تبين بعض الأضرار التي قد تحدث وما هي الوسائل التي تساعدنا على حماية أنفسنا من أخطار هذه الأضرار لننطريقا بعد ذلك ونشاهد معا طالب وطالبتي شاهد معي هذه الصورة كيف تحدث هذه الأمواج العاتية من تدمير للشواطئ وكذلك المباني القريبة من الماء كما تلاحظ معا طالب وطالبتي تسبب هذه في اقتلاع بعض الأشجار وكذلك بعض الأضرار على تلك الشواطئ والتي قد تسبب في تكسير زجاج السيارات قد تسبب كذلك في اقتلاع بعض الأشجار التي تكون على حواف ذلك الشاطئ ومنها قد تسبب الأضرار وخاصة عندما تتكون في وسط المحيط ننطلق بعد ذلك طالب وطالبتي لنتحدث عن الجزء الثاني من هذه الأعاصير وهي الأعاصير الدوارة تسمى أي عاصفة ذات ضغط جوي في مركزها وتسبب نمطا دورانيا للرياح بالأعاصير الدوارة كما تشاهدوا أنا أمامكم ذات ضغط جوي منخفض في مركزها ونمطا دورانيا للرياح نسميها بالأعاصير الدوارة لهذا يطلق على كل من العواصف المدارية وكذلك الأعاصير الحلزونية والأعاصير القمعية اسم الأعاصير الدوارة إذن جميع هذه العواصف والأعاصير نستطيع أن نسميها بالأعاصير الدوارة حيث تتميز هذه العواصف والأعاصير جميعها بأنها ذات ضغط جوي كما تلاحظ طالب وطالبتي منخفض في مركزها وبذلك تسمى بالأعاصير الدوارة وكذلك تتميز بأنها ذات حركة دورانية وضغط جوي في مركزها إضافة إلى الضغط الجوي في مركزها كذلك ذات حركة دورانية وهذا ما يميز هذا النوع من الأعاصير وهي الأعاصير الدوارة نشاهد معاً ونراجع ما تعلمناه حول أنواع الأعاصير الدوارة ذكرنا طالبي وطالبتي أن هناك ثلاث أنواع للأعاصير الدوارة ما هي هذه الأنواع؟ أحسنتم رائعون كما تشاهدون معاً طالبي وطالبتي أن الأعاصير الدوارة لها ثلاث أنواع لنبدأ بالنوع الأول وهي العواصف المدارية هذا هو أولى أنواع الأعاصير الدوارة كما تشاهدون أمامكم يليها بعد ذلك الإعصار الحلزوني والذي ذكرناه سابقاً وتعرفنا عليه كذلك طالبي وطالبتي الإعصار القمعي وهو نوع من أنواع الأعاصير الدوارة تتميز هذه الأعاصير الدوارة بخاصيتين هما أن ضغطها الجوي منخفض في مركزها وكذلك ذات رياح دوارة لننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي وكذلك نراجع ما تعلمناه ونختبر أنفسنا عبر السبب والنتيجة وكذلك عبر التفكير الناقد لنبدأ وإياكم بالسبب والنتيجة عند أي نقطة يمكن أن تتحول العاصف المدارية إلى إعصار حلزوني ما هي النقطة التي تتحول منها العاصف المدارية إلى إعصار حلزوني تعرفنا عليها في درسنا لهذا اليوم أحسنتم رائعون إذن تحدث هذه النقطة طالبي وطالبتي أو تتحول العاصف المدارية كما تشاهدون أمامكم إلى إعصار حلزوني عندما تزيد سرعة الرياح على 119 كيلو متر في الساعة إن زادت عن 119 كيلو متر في الساعة فسوف تتحول هذه العاصف المدارية إلى إعصار حلزوني ننطلق بعد ذلك طالب وطالبتي للسؤال الآخر والذي يقيس مهارتنا في التفكير الناقد هل العاصفة الرعدية إعصار دوار؟ هل هذه العاصفة الرعدية هل نستطيع أن نسميها إعصارا دوارا؟ أحسنتم رائعون إذن نشاهد معا أنه لا يمكن أن تكون هذه العاصف الرعدية إعصارا دوارا؟ العاصف الرعدية لا تعد أحد أنواع الأعاصير الدوارة ما لم يحدث خاصيتين هو نظام الضغط الجوي المنخفض وكذلك دوران الرياح لابد أن تتكون هاتين خاصيتين حتى نسمي هذه العاصف الرعدية أعاصير دوارا نختتم درسنا لهذا اليوم طالب وطالبتي بهذا الواجب المنزلي تعرفنا على أهم العاصير الدوارة أريد منك طالب وطالبتي أن تحضر ورقة وقلما وتدون هذا السؤال ما أهم الأعاصير الدوارة؟ تعرفنا عنها في درسنا لهذا اليوم أريد منك أن تسجل هذا السؤال لنشاهده حلا في بداية الحصة القادمة نعيد السؤال مرة أخرى ما هي أهم الأعاصير الدوارة؟ أو ما هي أنواع الأعاصير الدوارة؟ إلى هنا طلابنا وطالباتنا وصلنا وإياكم إلى ختام درسنا لهذا اليوم لأن نلقاكم بإذن الله تعالى في درسنا في الحصة القادمة استدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته